موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من الإخبارية ترندينك يناير الهاشتاغ الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر منذ أيام وسط برامج ثقافية وتحضيرات تختلف من منطقة إلى أخرى لكنها تجتمع حول زخم وتنوع العادات والتقاليد بإحياء رأس السنة الأمازيغية سيدخل الجزائريون عام 1971 يوم الثاني عشر يناير جانفي في جو تميزه نكهة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي عجت بصور رائعة تاكس العمق التاريخي والشعبي للمناسبة وبالطبع جاءت العديد من التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي وأول تعليق معنا هو من يسين يقول فيه ما أحلها أيام رأس السنة الأمازيغية يناير مناسبة لكل النشاطات الثقافية والحرفية من التراث الأصيل الجزائري فتمنياتنا لكل جزائريين سنع فيفا ومباركة أسقاس أمكاس إلى تعليق فرح التي قالت فيه أفتخر بدين الإسلام ووطن الجزائر ولغة العربية وأصل الأمازيغي أحتفل بعيد الفطر وعيد الأطحى وعيد الثورة والاستقلال وينناير رأس السنة الأمازيغية بكل فخر ما زال لاعب المنتخبي الوطني يكتبون أسماءهم على سجل أبطال كرة القدم ويحصدون ألقابا عالمية هذه المرة اختير سماعيل بن ناصر وسط ميدان ميلان الإيطالي كأفضل لاعب مغارب لسنة 2020 الاستفتاء الذي جاء على الموقع الرسمي لمجلة فرانس فوتبول شارك فيه أكثر من مئتي ألف مصوت وتفوق فيه بن ناصر على زميله رياض محرز وحكيم الزياش وهو ما جعل صوره تغزو مواقع التواصل الاجتماعي إشادة بإنجازه ومتحن لتألقه على المستطيل الأخضر من قبل الجماهير المغاربية والعربية بعض التعليقات مشاهدين الكرام التي اخترناها من تويتر تعليق لبلال يقول فيه مبروك لك يا اسماعيل بن ناصر بن ناصر لعب رائع ويستحق هذا التتويج عن جدارة بالتوفيق له ولجميع اللاعبين الجزائريين تعليق آخر جاء فيه والله لعب عظيم عجل بالعودة مشتقين يا اسماعيل أما تعليق آخر فجاء مرفوقا بصورة بن ناصر وقال فيه شجاعته على الكرة لمثيل لها تقابلها دقة عالية وتحكم كبير يعترض التمريرات ويستعيد الكرات صانع أنيق وممرر جيد يكره السرعة ممعينا في التمهل مستمتعا بالبطء اسماعيل بن ناصر أفضل لعب في المغرب العربي عن سنة 2020 تعليق يسرى علي قالت شيه أو يسحى علي مسألة وقت أفضل لعب بالعالم ولا عزاء للحاقدين سوري مر من هنا أما حسان فجاء في تعليقه دينام وسط الميدان افتقده كثيرا ميلان في الفترة الأخيرة كما كتب مشاهدين كرام بن ناصر على حسابه الرسمي على الفيسبوك يشكر كل من صوت عليه وهو الذي تحصل في جوان 2019 بعد نهائية كأس إفريقيا على جائزة أحسن لاعب في الدورة في الرياضة دائما تم الإعلان عن نتائج قرعة دور الـ 32 لكأس الكونفيدورانية الإفريقية التي يشارك فيها وفاق الصيف وشبيبة القبائل وكذا قرعة دور المجموعات لأبطال إفريقيا التي أقيمت بالقاهرة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية جاء لدعم فريقي مليدية الجزائر وشباب بلوستاد الذي عاد للمنافسة القارية بعد غياب حوالي عقدين من الزمن مواجهات صعبة حسب المختصي تنتظر الناديين الجزائريين الذان جاء في المجموعة الثانية والرابعة والتعليقات في مجملها صبت في الدعم رغم قوة هذه المجموعات بعض التعليقات حاضرة معنا من فيسبوك مراد يقول فيها بالتوفيق لممثلنا الجزائر في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا كل المباراة الصعبة في هذه المنافسة بغض النظر عن المنافس هذه هي فرصة المولودية والشباب للتألق كما لا ننسى الممثلين الآخرين للوفاق والشبيبة في كأس الكاف كل مباراة تلعب كأنها نهائي بالتوفيق للأندية الجزائرية إن شاء الله تشريف الألوان الوطنية أما تعليق هشام فقال فيه مليحة للمولودية ما عندهم اشتنقلات طويلة وسير بي مشكل فبعد المسافة بالتوفيق لهم إن شاء الله فيها خير هذا العام إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام حيث مزالت تبعات الليلة الدمية التي شهدها الكونغرس الأمريكي متوالية فبعد إلقاء القبض على بعض المتورطين وفرض حجر التجول ثم تمديده لخمسة عشر يوما تم تعليق حساب دونالد ترامب نهائيا على تويتر الأمر ليس بسيطا فهذه أول مرة يتم فيها حضر حساب رئيس دولة وقد كان لديه أزيد من 88 مليون مشترك وحسب بيان لإدارة الموقع جاء هذا الحضر بسبب خطر استغلاله في المزيد من التحريط على العنف وبسبب كذلك انتهاء ترامب قواعد موقع الشركة وكانت قد أغلقت حسابات ترامب لـ 12 ساعة على فيسبوك وتويتر عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي لحظات فقط قبل جلسة التصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة كما حذف تويتر عدة تغريدات متعلقة باقتحام مناصره لمبلة الكابيتول كما أعلن مؤسس فيسبوك أن صفحة ترامب على الموقع ستتوقف طيلة الفترة المتبقية من ولايته ويذكر مشاهدين الكرام أن ترامب كان دائما على خلاف مستمر مع تويتر بسبب تغريداته الحادثة هذه شكلت تحديا جديدا لترامب الذي أعلن أنه سيؤسس منصته الخاصة لتفادي ما حدث مع صفحته الرسمية على الفيسبوك وتويتر بالطبع مشاهدين الكرام العديد من التعليق ولكن سؤال راج بقوة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما مصير تغريدات ترامب وقرارته المزعومة عبرها هل صارت خيالية وبعض التعليقات جاءت في تويتر معلقة على هذه الحادثة تعليق الأول جاء فيه هذه الفترة اكتشفنا أن حرية التعبير وحضيرة حقوق الإنسان ما هي إلا كذبة أما تعليق مونة فقالت فيه الديمقراطية كذبة أمريكية فرح قالت نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أما تعليق آخر لعلي قال فيه رغم كل شيء لا يحق لتويتر أو غيره تعيين نفسه رقيبا أو قيما على أفكار الناس خصوصا عندما تختلف المعايير التي يقيم من خلالها حسب الموقع الجغرافي ما يمنع في أمريكا يباح خارجها معايير مزدوجة إلى أندونيسيا حيث تحطمت طائرة في رحلة داخلية في بحر جاوة بعد إقلاعها من مطار جاكارتا متوجهة إلى مدينة بيونتانك الطائرة التي كانت تنقل أكثر من ستين مسافرا فقد الاتصال بها دقائق بعد إقلاعها كما عثر الصيادون على حطامها في بحر جاوة وذكرت كذلك خدمة فلايت رادار أربعين وعشرين لتعقب الطائرات على تويتر أن الطائرة نزلت أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقتين واحدة نشير مشاهدين الكلام إلى أن هذه الصورة ليست الصورة للطائرة التي تحطمت ولكنها صورة لطائرة أندونيسية أخرى تحطمت في سنوات من قبل من إفريقيا إلى أمريكا إلى آسيا والآن إلى أوروبا وبالتحديد إلى إسبانيا القبلة الصيفية المعروفة بشواطئها المتلألئة والشمسها الحارقة هل توقعتم أن تروا إسبانيا هكذا من قبل؟ أو هكذا؟ إسبانيا الآن تعيش تطرفا مناخيا غير مسبوك ووصلت بعض مناطقها درجة حرارتها إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر كما تسببت العاصفة الثلجية في لومينا في احتجاز العديد من المواطنين بسياراتهم ما شكل فوضى كبيرة في الطرقات التي تعطلت بها حركات المرور يذكر أن إسبانيا لم تعرف تساقط هذه الكمية من الثلوج ولا موجة برد مماثلة منذ أكثر من 50 سن ولكن يتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج طيلة الأسبوع ملكة بريطانيا إليزابات الثانية وزوجها الأمير فيليب دوق أدنبرا تلقي أخيرا اللقاح المضاد لكوفيد-19 حسب ما أعلن عنه قصر باكينغهام الملكة ذات الأربع وتسعين سنة وزوجها صاحب التسعين وتسعين سنة سيشكلان حافزا كبيرا للمواطنين البريطانيين في الإقبال على التلقيح بريطانيا كانت أول دولة شرعت بحملة التلقيح لمواطنها عن طريق لقاح فايزر بيونتيك ثم باللقاح الذي طورته أكسفورد أسترازينيكا ثم أجازت كذلك استخدام اللقاح موديرنا كسائر الدول الأوروبية لكن المفارقة أنه في خضم هذا الخيار الواسع من اللقاحات لم يتم الكشف عن اللقاح الذي استخدمته الملكة إليزابات كثير مننا مشاهدين الكرام لازال يتدمر عن نمط حياته الجديد حتى بعد سنة من فرض كورونا روتينا غير سلوكاتنا وقنن حرياتنا لكن ما نجهله ربما هو أن كوكب الأرض وبيئته هي الرابح الأكبر من ذلك فالأمم المتحدة أعلنت أن ثقب الأوزون الذي كان فوق القطب الجنوبي اختف كليا نهاية ديسمبر والذي حذرت من تبعاته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل أربعة أشهر من التئامه كما أعلنت نفس المنظمة وهي المنظمة العالمية لأرصاد الجوية أن عام 2020 كان الأكثر حرارة على كوكب الأرض منذ بدء رصد الأحوال الجوية عبر العالم ليلتحق بعام 2016 إذ عرفت منطقة سيبيريا والقطب الجنوبي أعلى درجات الحرارة عبر التاريخ ووصلت ببعض المناطق إلى ست درجات مئوية ما أدى إلى ذوابان كتل الجليد بعض التعليقات التي جاءت في هذا الموضوع نستعرضها من خلال مختلف التصفحات على تويتر وفيسبوك وأنستغرام أما الكبير قالت ربا ضرة نافعة كورونا نظفت وسخ البشرية من صناعات ثقيلة وصناعة أسلحة أما تعليق ماري فجاء فيه توقفت المصانع عن العمل وتوقفت تلوث بسبب كورونا لهذا لم يظهر الثقب على طبقة الأزون حرية مشاهدين الكرام هي روح الإنسان وأنثاثه هي عدم تقييده ولا إجباره وهي الحفاظ كذلك على الانتماء والعرق والأرض فما ثمن هذه الأشياء؟ آخر مستعمرة بإفريقيا من الصحراء الغربية وجدنا هذه الصورة التي تراودت بكثرة عبر منصات التواصل الصحراوية في رسالة مفادها سنكون خدمة للوطن بقلوب بريئة لكنها تعكس قوة إيماننا بحقنا في الحرية وحق شعبنا في الازدهار والحياة وهذا الإيمان أقوى من كل سلاح فلابد أن تشرق شمس الحرية يوما ما فالشجاع خلق ليكون حرا وما زال الصحراويون يعملون على إسماع صوتهم وإصاله للمنظمات الدولية وما قد يبلغ تلك الرسالة بقدر مواقع التواصل الاجتماعي التي عولمت العالم بهذه الصورة مشاهدين الكرام نصل إلى ختام برنامج الإخبارية تريندينغ من خلال مختلف التفاعلات والمنشورات التي شكلت تريند على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي نعرضها عليكم في كل مرة لا تنسوا أن تتفاعلوا كذلك مع مختلف صفحات التلفزيون الجزائري الرسمية على هذه المواقع أما نحن فنلقاكم يوم الثلاثة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر